صلاح صلاح يعني طبعا بسط جدا ان هو سجل النهاردة في منشستر يونيتد عفكرة صلاح محظوظ على منشستر يونيتد مش عشان بيجيب فيه مجوان هو محمد صلاح طبعا الماتش الاول ليه ضد مع ليبربول ضد جوزي مورينيو كان مراقب قوة كبيرة جدا وبعنف كبير جدا ومجابش جوان فمن ساعتها بقى وهو حطت منشستر يونيتد في دماغه وقد كان النهاردة عادل التهديف ابو صلاح طبعا عاش زينا كده كمشجعين فترة صعبة بصراحة انا مثلا بعد ماتشات السنجال كان ماليش من المزاجة فتاح التلفزيون اتفرج على موتش كورة عشان يبقى صريح يعني معاك فمحمد صلاح غالبا كان في نفس المود ويمكن ناس وقم كتير لانه كان في الملعب وعنده احلام وطموحات كلاعب كورة وكلاعب مع منتخب وكواحد بيتنفس على البالون دور عايز ياخد احسى اللعب في افريقيا عشان يبقى زبست ويكسر البالون دور عايز يروح كاس العالم عشان يسجل حتى لو في مرحلة المجموعات يحط اسمه في تاريخ مصر يحط اسمه في تاريخ كاس العالم ويمكن يقود المسيرة بتاعت منتخب مصر لحاجة كويسة مفاجئة كلها حاجات كانت احلام وطموح عند محمد صلاح هتساعده في الهدف الاساسي بتاعه انه يبقى زبست هتساعد المنتخب مصر بالمناسبة كمان يعني دي مش اقنانية بس في النهاية اللي حصل كان سيء جدا لنا كلنا خسرنا كل حاجة تقريبا فبالتالي طبيعي جدا انه هو ميبقاش في افضل حالاته لكن المشكلة عنده الجمهور الحمد لله مش موجودة عند يورجن كلوب ان الجمهور عاطفي اول ما شاف شوية ماتشات وحشة لمحمد صلاح ورابعد ابتدى يقول محمد صلاح خلاص في خريف العمر ابتدى ينتهي حاجات كتير شبهة كده مشجع الكورة عاطفي طبعه لانه الكورة عبارة عن حماسه ورغبة دايما في الفوز ورغبة دايما في الاستعراض ووان سايد جيم فبالتالي ما بيقبلش خالص الفترات اللعيبة بيعدوا فيها كبني قدمين طبيعيين في مستويات اقل او اعلى الحمد لله ان يورجن كلوب عنده ثقة كبيرة في محمد صلاح ففضل بيدفع بيه ومحافظه عليه لحد ما محمد صلاح النهاردة اخترق دفاع منشستر ينايتد المخترق تماما مرتين وسجل